بسم الله الرحمن الرحيم اخوة زملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كورس ال PMP Project Management Professional قبل ما نبدأ مع بعض في الكورس هيكون فيه بس محاضرة تمهيدية بحيث ان احنا نحاول نجاوب على معظم الاسئلة اللي تم طرحها احنا كنا بدأنا بتاعت المذاكرة مع بعض على جروب PMP Study Group وكتير من الزملاء كان عارف الطريقة بس حابين ان احنا نوضحها بشكل اكبر عشان الزملاء اللي انضموا لنا بشكل جديد وهيتابعوا معانا في الترينين كورس ده ان هم يكونوا عارفين الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها عشان لما نيجي نشتغل مع بعض تكون معظم الامور واضحة بالنسبة لنا ونبدأ نشتغل مباشرة بداية نقدر نقول ايه هي ال PMP ال PMP واحدة من الشهادات الخاصة بمعهد PMI Project Management Institute معهد قائم على موضوع ادارة المشروعات موجود في الولايات المتحدة بدأ يعمل مجموعة من ال Standards الخاصة بادارة المشروعات Project Management او Program Management او Portfolio وجرها من ال Standards وبدأ انه هو بناء على كده يدي مجموعة من الشهادات واحدة من الشهادات اسمها Project Management Professional باعتبار ان اللي بيدخل الامتحان ويجتاز الامتحان ده ال PMI بيديله الشهادة انه هو PMP Certified وفي نفس الوقت المعهد بيدي مجموعة تانية من الشهادات زي الشهادات الخاصة بال Risk Management او ادارة المخاطر شهادات خاصة بال Scheduling او ادارة الجدول الزمنية او Program Management ادارة البرامج او Portfolio Management ادارة الحقائب وهكذا وغيرهم من الشهادات طيب احنا هندرس مع بعض PMP فعايزين نقول ايه الفايدة اللي ممكن تيجي من شهادة زي كده اول حاجة موضوع ال Standard انه يبقى عندنا Standard او مقياس خاص بادارة المشروعات زي ما فيه Standard خاص بتصميم المنشآت الخرصانية او المعدنية او غيرها محتاجين ان يبقى فيه Standard نرجع له عشان نقول هو الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ ازاي اعمل Schedule Management ازاي ان انا اعمل Cost Management ازاي اعمل Procurement Management ازاي ادير المخاطر ال Communication فمحتاج Standard عشان نقدر ان احنا نرجع له كReference ونقول اه هي دي المفروض بتتعامل ازاي من واقع ال Standard ده تاني نقطة عندنا ان احنا نتكلم بنفس Language Talk the same Language ان يبقى كلنا بنتكلم بنفس المصطلحات لما واحد بيقول كلمة البقين فاهمين الكلمة دي تعني ايه؟ مش محتاجين ان احنا نعرفها كل شوية لا خلاص بقى الكل بيتكلم بنفس المصطلح النقطة التالتة عملية Professional Development او تطوير خاص بينا لان الدراسة ما بتنتهيش فقط عند مرحلة الجامعة ان انا خلصت دراسة جامعية بقى خلاص المفروض ما درسش تاني لا الكلام ده مش صحيح المفروض ان انا باستمرار افضل اتعلم وافضل ادرس ايه الجديد اللي عندي في العلم عشان اقدر اكون مواكب للتطور اللي شغال في العلم واقدر ان انا انفذ شغلي بشكل احترافي وشكل سليم والنقطة الاخيرة Market Challenges اكيد كلنا ملاحظين ان فيه تحديات كبيرة بقت موجودة في السوق بقى فيه تنافس عالي ما بين المهندسين وبعضهم او ما بين المختصين في ادارة المشروعات وبعضهم وبدأ ان كتير منهم يكون حاصل على شهادات وفيه منهم بيقدر ان هو يطبق العلم كمان اللي حصل عليه بشكل احترافي ويقدر ان هو يدير المشروع بتاعه بشكل كويس فكل دي عبارة عن Challenges بقت موجودة في السوق ومحتاجين ان احنا كلنا نواكب الموضوع ده ونبقى قادرين نطور من نفسنا بشكل كويس عشان نقدر ان احنا نعمل شيرينج لميتنج او قيادة او ليدنج للميتنج نفسه نبقى قادرين ان احنا ندير المشروع بشكل احترافي نقدر ان احنا نكسر المشاكل اللي قدامنا اللي بتواجهنا عشان نقدر فعلا ان احنا ندير المشروع ونطلع الليفربولز بتاعته او المخرجات بتاعته عشان يتحقق الاوتكم من المشروع طيب البي ام اي نفسه حط مجموعة من الريكوارمنتس او المطلبات للإليجابلتي عشان اكون قادر ان انا ادخل فعلا الامتحان البي ام اي حط مجموعة من الاشتراطات الاشتراطات دي منها اللي حاصل على باتشلور او باكالوريوس او منها اللي معاه ساكندري ديجري فقط اللي هي هاي سكول ديبلوما او غيرها فبالنسبة للفور يير ديجري اللي هي الباكالوريوس بيشترط ساعتها البي ام اي ان يكون عندنا خبرة 36 شهر اللي هي 3 سنوات ويكونوا non overlapping ما يكونش فيه اوفرلاب ما بينهم وبين بعض وفي نفس الوقت بيقول ان الكلام ده بيترجم على شكل 4500 ساعة فبالتالي محتاج خبرة 3 سنوات في الثلاث سنوات دول اكون اشتغلت 4500 ساعة وبيحتاج حاجة تانية اللي هي شهادة خاصة بادارة المشروعات ان انا اكون اخدت او معرفة او training course او courses حتى يعني مش لازم كورس واحد ممكن يكون اكتر بس يكون الكورس ده او اجمالي عدد ساعات الكورسات اللي اخدتها في ادارة المشروعات تكون 35 ساعة وهنا training course نفسه بتاع البي ام بي اكيد هيوفر بس كما علومة بنقولها للامانة العلمية انه هو مش شرط ان هي شهادة الكورس دي يعني قد يكون المفهوم ده عند بعض الناس ان لازم تحديدا الكورس اللي اسمه PMP preparation course لا الكلام ده مش صح البي ام اي ما اشترتش الكلام ده هو اشترت 35 contact hours of formal education فهو عايز 35 ساعة من formal education فممكن يكون عندي كورس واحد او اكتر من كورس اخدتهم في ادارة المشاريع مجموعة عدد الساعات بتاعهم 35 ساعة او اكتر ويقدم بيهم على الامتحان بالاضافة لخبرة التلات سنوات بالنسبة ليه recommendation اول حاجة realize before memorize بنحاول ان احنا نفهم الامتحان معتمد بشكل كبير جدا جدا على الفهم وليس على الحفظ هنقرأ بعد كده البينبوك مع بعض الكتاب نفسه اللي هنكلم عنه هنقرأ مع بعض وهنلاقي ان هو احيانا بنحس ان فيه داش كتير او احيانا بنحس ان فيه knowledge بشكل كثيف فهل كل ده يتحفظ هل المطالبين ان احنا بنكون بنحفظ لا الامتحان مش معتمد على الحفظ الامتحان معظم اسئلتهم ما كانتش كلها معظم اسئلتهم على الفهم الفهم بيحاول ان هو هي الديني situation موقف ويقول لي في الموقف ده هتتصرف ازاي وكلها multiple choice او اسئلة اختيار من متعدد بيجيب لي سؤال وبيبقى فيه اربع اجابات وبيقول لي انهي اجابة فيهم اللي تنفع وفي الغالب الموضوع ما بيبقاش ببسيط بزيادة لا الموضوع بيبقى فيه برضو tricks شوية عشان يحاول يختبرني هل انا فاهم بعمق ولا لا فالموضوع بشكل كبير معتمد على الفهم وليس الحفظ النقطة التانية simple before difficult مشكلة بتقابل كتير من الناس ان احنا لما بنيجي نبدأ في البي ام بي بعض الشابترز بتكون سهلة على بعض الناس وبعض الشابترز بتكون صعبة على الناس دي فيعني ممكن الاقي حاجة سهلة علي بس تكون صعبة على واحد تاني والعكس الاقي صعبة على واحد تاني او سهلة على واحد تاني وصعبة علي فالمقياس بتاعنا انه هيقابلني حاجات سهلة وحاجات صعبة ما خليش الشيء الصعب انه هو يوقفني هي دي الكيوورد بتاعتنا ان انا احاول اشتغل في السيمبل الاول قبل بمعنى ايه بمعنى ان لو في واحد من الشابترز حسيت ان هو صعب علي وتقيل وما قدرتش ان انا افهمه بشكل كبير مفضلش واقف عنده لا احاول ان انا اجري وعدي وهبقى ارجع له بعد كده الهدف من ده ايه الهدف من ده ان انا لما ببدأ اعدي مرحلة كبيرة من المذاكرة ببدأ احس خلاص ان انا ان انا ماشي فماشي معناها ان انا يعني خلاص قربت اخلص فما جاتش على الشابتر الصعب ده اكيد هرجع له هرجع له هفهمه مش مشكلة خالص فعشان كده ضروري عشان بس الروح المعنوية ما تضعفش في وقت من الاوقات لو لقينا حاجة صعبة ما نقلقش نكمل وهنرجع لها مرة تانية وهنحس ان هي بقت اسهل بعد ما فهمنا بشكل اكبر او اعمق الصورة كلها ونحاول ان احنا نقطع شوط في المذاكرة عشان نبقى يعني كل ما بنعدي مرحلة اكبر 30-40% مثلا من المذاكرة بنحس خلاص احنا انتراك احنا ماشيين لما نعدي مثلا 60-70% خلاص انا على وشك ان انا خلص فمش هقف ومش هرجع تاني بقول كده بسبب ان في كتير من التجارب ناس بتبدأ مذاكرة وبعد كده بتوقف خاصة مثلا شابتر 4 الانتيجريشن ناس كتير كانت بتوقف عنده وفي تجربة شهيرة جدا عبارة عن لوب ناس كتير جدا 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 دخلت اللوب ده وما خرجتش منه نوا يذاكر شابتر 1 و 2 و 3 ويبدأ في 4 يحس ان هو صعب فيوقف ويبطل مذاكرة لمدة شهرين 3 اربعة وبعد كده يحاول يذاكر مرة تانية شابتر 1 و 2 و 3 ويرجع على 4 ويوقف وهكذا ويفضل اللوب ده مستمر مرتين 3 بيزهق من الموضوع خالص وبنلاقيه قاعد بقاله 4-5 سنين مثلا عمال كل شوية ياخد الكورس الجديد للفرجن الجديد من ال PMP وبعد كده يرجع مرة تانية يحاول يذاكر وبعد كده يوقف فعشان كده يعني بنحاول نحن نقول خلينا ناخد السهل قبل الصعب الجدول بتاعنا اكيد كله لاحظ ان الانتيجريشن هيبقى متأجل للاخر لانه هيبقى اسهل نفهمه لما نشرحه في الآخر بس كقاعدة عامة بالنسبة لنا نحاول ان احنا نجري نحاول ان احنا نقطع فرط او نقطع شوت كويس باعتبار ان لو حد حس ان الموضوع مثلا فيه صعوبة ينقل على الشابتر اللي بعده وما يقلقش وكل ده هيجي بعد كده برضو فيه احساس بيجي لكتير من الناس ان هو بعد مثلا شابتر 5-6 يبدأ يقول انا حسس ان انا نسيت القديم طيب احاول ارجع له لا لو سمحتو ما نعملش كده خالص لو هتحاول ترجع له ومش هتخلص هتبدأ كل شوية عمال تزاكر وتراجع وتزاكر وتراجع ومش قادر ان انت تكمل لا خلي السايكل بتاعت المذاكرة تاخد وقتها وكمل المذاكرة وخلص الكتاب وبعد كده ارجع راجع لما هتراجع هتفتكر في المراجعة الاولى وبعد كده في المراجعة التانية هتفتكر اكتر واكتر مع حل الاسئلة المواضيع هتثبت اكتر فمحدش برضو يعمل المشكلة دي انه هو يقلق انه نسى الحاجات القديمة لا نحاول ان احنا ايه نكمل وبعد كده هنبقى نرجع لها في المراجعة نحاول ان احنا نكون بنتعلم عشان نطبق اولا ده هيثبت المعلومة عندنا بشكل اقوى ثانيا هيكون فيه هدف من ان انا باخد الشهادة انا باخد الشهادة عشان معلقهاش بس على الحيطة او اقول ان انا لا كمان ان انا حاول اطبق والتطبيق دايما بيكون تدريجي محدش بيطبق كل شيء والكتاب نفسه زي ما هنعرف بعد كده بيذكر يعني حاجات كتير براكتسيس كتيرة وتولز كتيرة والكتاب نفسه بيقولني مش لازم طبق كل ده اعمل تيلورينج بنفسك اعمل تفصيل كده وقص ولزء للحاجة اللي انت عايزها وبعد كده مثلا ايه ممكن مشروع فيه شيء ينطبق عليه مشروع تاني شيء تاني ينطبق عليه فمحتاج ان انا كن فاهم النقطة دي النقطة الاخيرة موضوع التلخيص انا لما بذاكر بذاكر كتاب الكتاب كبير طيب عشان ارجع اعمل عملية المراجعة مرة واثنين وثلاثة بعد كده محتاج ان انا ارجع بسرعة عشان كده محتاج ان انا اكون بلخص بلخص وانا بذاكر التلخيص ده ما نعتمدش فقط على سلايتس مهما كانت اللي سلايتس ايه هي لا ضروري ان انا اعتمد على تلخيصي انا لان التلخيصي عبارة عن ان انا اريت ففهمت فلخصت التلخيص افضل طريقة له طبعا ان انا يكون معايا كراسة كويسة كده محافظ عليها وبتشجعني على المذاكرة وبكتب فيها ببيض بشكل كويس بحيث ان هي ايه تبقى مرجع بالنسبة لي اعرف ارجع منه بشكل سريع دي هتبقى افضل طريقة للتلخيص الطريقة اللي بعدها ان انا بعمل هايلايت او اندرلاين في الكتاب بس للحاجات المهمة عشان بعد كده لما اجي اراجع اراجع الجزء الهايلايتد بس مش لازم اراجع كله فده ممكن ان هو يبقى طريقة تانية لكن لازم ان يبقى فيه عملية تلخيص لان انا لما اجي اراجع ماينفعش اراجع الكتاب كله بالكامل محتاج ان انا اراجع بشكل سريع فلازم اكون عرفت ايه اللي انا فهمه خلاص والعادي المعتاد بالنسبة لي مش محتاجه كمعلومة جديدة فممكن مش هعمل الهايلايت عليه لكن الجزء المهم اللي انا حاس انه جديد محتاج ان انا اراجع مرة تانية فهو ده اللي بعمل هايلايت عليه وبحاول ان انا الاخص فالنقطة دي نقطة مهمة جدا نيجي بعد كده للأسئلة اللي بتتسأل باستمرار هل الشهادة دي فقط للمهندسين هي الشهادة خاصة بالناس اللي شغال في ادارة المشروعات ادارة المشروعات سواء كانت مشروعات هندسية او غير هندسية ما اشترتش كده ده بالعكس قال حتى كمان اللي معهوش باكالوريوس ممكن ان هو يقدر وياخد يدخل وياخد الشهادة دي ويمتحن ويعدي من الامتحان فالموضوع لا مش قصر على الانجينيرز بس في نقطة هل اغير الكارير بتاعي لو انا شغال مثلا محاسب وما ليش دعو بالمشاريع هل اغير الكارير بتاعي عشان يبقى معايا بي ام بي فبالتالي هتجيب لي عائد كبير ودخل كويس فده ممكن يبقى تغيير بالنسبة لي لا الموضوع مش كده الموضوع مش مرتبط بموضوع ان انا خلاص لما هيبقى معايا بي ام بي فالناس هتجري ورايا فتقول لي تعالى هنديك راتب اعلى او ان انت هيبقى عليك طلب اعلى لا الموضوع مش كده الموضوع ان انا محتاج البي ام بي عشان اقدر اقوم بشغلي اللي انا كنت بعمله قبل كده في ادارة المشاريع بشكل اكثر تنظيما وشكل احترافي فساعتها الناس عارفة ان انا عندي الحاجتين الخبرة اللي انا كنت قريدي بعمل ممارسة لادارة المشروعات وبقى معايا الشهادة نفسها فقادر امارس الكلام ده بشكل كويس فبالتالي بقى معايا الحاجتين اللي هي الخبرة والمنهجية المزبوطة او المنهجية اللي الناس اجمعت عليها بشكل كويس ان هي ممارسة جيدة فبقى معايا الحاجتين فساعتها الشركات تقول لي اه تعالى احنا عايزينك انت بتتكلم نفس اللغة اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت معاك الخبرة اللي احنا عايزينها ليه الوظيفة دي نفسها فما ينفعش افكر بالطريقة دي ان انا اقول طب انا هعمل career shift ليه position تاني مثلا اللي هو ايه مش عارفه بس انا هاخد bnp certified عشان ابقى certified project management وابدأ ساعتها بقى ان انا ادور على شغل من الناس اللي محتاجة bnp فالكلام ده لأ مش هيزبط يعني لأ لازم ان انا اكون شغال فعلا في ادارة المشاريع وباخد الشهادة دي عشان تنظملي طريقة مذاكرتي او تنظملي طريقة عفوا تفكيري في ادارة المشروعات اللي عندي ازاي ان انا درها وازاي ان انا اواجه المشاكل اللي بتقابلني في ادارة المشروعات السؤال التاني عندي هو fresh graduate الناس الحديث التخرج كتير جدا جدا بيسأل السؤال ده من حديث التخرج طيب ابدأ بيم بي ولا لا ولا اعمل ايه فبنقول الموضوع مش ليك الموضوع ممكن يكون هيجي بعد شوية انت عندك اهم البريوريتي بتاعته مش ادارة المشروعات بمعنى ايه ادارة المشروعات لما بنيجي نقول عايزين مدير مشروع مدير مشروع اكيد مش هنقول مدير مشروع خبرة ستة شهور او خبرة سنة لا على حسب طبعا المشروع اكيد بس لو بتكلم على مشاريع الكونستراكشن مثلا لا هيبقى الموضوع مختلف خاصة لو بتكلم فيه سكيل كبير مشروع البدجت بتاعته كبيرة والانترفيس او التدخلات اللي فيه كتيرة جدا اللي سطف موجود بشكل كبير فاكيد هيبقى الموضوع مختلف شوية الفريش جرادويت لازم ترتب البريوريتيز بتاعتك الاولويات الاولويات بالنسبة للفريش جرادويت خليني ادي المثال على الكونستراكشن واكيد هينطبق على معظم الفيلدس التانية فبالنسبة الكونستراكشن مثلا البريوريتي بالنسبة لي كفريش جرادويت ان انا اتعلم شغل الموقع شغل الموقع لو ما تعلمتهوش وما سألتش فيه في اول سنة او سنتين من تخرجي او بعد التخرج ماينفعش ان انا اسأل فيه بعد كده ماينفعش الاقي مهندس مثلا موقع او كونستراكشن متخرج بقاله اربع سنين ولسه بيسأل على حاجات بسيطة في الموقع لسه بيسأل على حاجات قاصة بالنجارة والحدادة وحتى الشغل مثلا بتاع الموقع عموما واسماء التولز واسماء الماتيريال ولسه بيتعرف على السيستمز يعني الكلام ده بيبقى مش مقبول وما حدش بيقبل ان هو يعني يشوف مهندس لسه يعني بقاله اربع سنين متخرج ولسه بيسأل على الكلام ده فعشان كده بيبقى مهمة قوي للفريش جرادويت ان هو يعرف خبرة الموقع الاول يعرف خبرة الصيد بشكل اكبر عشان يقدر ان هو يكمل في موضوع ادارة المشروعات بشكل احترافي لان السنس عنده بيتربى بعد كده مع الوقت يعني لما يكون عارف يوميا عمال يروح للموقع وشايف مثلا الميسون او البنة بيشتغل وبيفرد شغل كم متر في اليوم فبيبدأ السنس ده يبقى موجود عنده فلما بيشتغل بعد كده في project management بيبقى الريتس دي موجودة اساسا في دماغه او انا شفت اساسا الراجل المليس او بتاع المحارة يوميا كان بيخلص جنب جنبين بيخلص اد ايه فقادر ان انا اطلع البرودكتيفتي بتاعته بسهولة اللوودر مثلا كانت البرودكتيفتي بتاعته قد ايه مثلا فكل ده بيبقى السنس موجود عند المهندس اللي قضى في الموقع فترة كويسة بحيث ان هو يتعلم منها بشكل كويس سواء بقى يتعلم طرق التنفيذ يتعلم 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 اسماء يتعلم معظم الحاجات اللي هيتعلمها في الموقع فده ضروري له على عكس ادارة المشروعات ادارة المشروعات لو هو كان يعني متخرج بقى له عشر سنين ولسه بيسأل على ادارة المشروعات كل الناس هتعذره يعني عادي محدش هيقوله انت اللي بتسأل على حاجات ابتدائية لا مش ابتدائية كتير من الناس بيسألوا عليها لان هي حاجة مش ابتدائية لا حاجة متقدمة فضروري ان انا نرتب الاولويات بتاعتين نقطة تانية برضو للفريش جرادويت بالنسبة لحديث التخرج يحاول ان هو يهتم بالنولدج اكتر من السرتفكيشن فيه فرق ما بين دي وما بين دي نولدج يعني انا عايز اعرف المعلومة سرتفكيشن معناه ان انا بدخل امتحان عشان يبقى معايا الشهادة عشان يقولوا ان انا معايا الشهادة او مجتاز للشهادة دي او الامتحان ده فانا سرتفايد انا معتمد ان انا اعمل الشيء ده لا انا كفريش جرادويت مش بدور على ان انا اكون معتمد او ان انا اكون سرتفايد لا انا بدور على ان انا يكون عندي النولدج فالنولدج هاخدها من الترينيق كورسيز الترينيق كورسيز التفصليه بقى سواء في الكم وعيز بعد كده ابقى ادور على موضوع خاصة في الانترفيو نفسه لما بروح مثلا كفريش جرادويت محدش بيسألني على B&B Certified بالعكس لو قلت لهم بذاكر B&B دلوقتي وقربت ان انا امتحن وكلام من ده محدش بيهتم بالعكس ده بيقولوا يعني انت مهتمتش بالنوليج اكتر مهتمتش بالخبرة بتاعت الموقع اكتر فدي تبقى نقطة نيجاتف مش بوزيتف يعني فعشان كده نحاول ان احنا نرتب اولوياتنا الكورس والإجزام هو فيه فرق ما بين الاتنين الكورس ان انا بذاكر عشان اوصل لان انا ادخل الإجزام والبم معاي يديني الشهادة ان انا خلاص معتمد كبم بي بعد ما بنجح في الامتحان بعدي على فترة مذاكرة وبكون محتاج للمذاكرة ومحتاج للشهادة اللي هي قلنا ممكن تبقى شهادة الترينين كورس ده فالكورس نفسه بيفتح لي الموضوع ومحتاج effort مني اللي هي المذاكرة المذاكرة بتمر بكذا مرحلة ان انا بذاكر الاول الكتاب عشان افهمه بعد ما ذكرته بابدأ اراجع وانا براجع بتبقى فكرتي عن ادارة المشروعات مختلفة خالص عن فكرتي في البداية ليه لان انا تعرضت بقى لكل الشابترز اللي موجودة وفهمت الابعاد كلها بتاعت الكتاب او بتاعت المنهج لكن في البداية الكلام ده مبقاش موجود وانا بذاكر في البداية ببقى يعني لو تلعت لي كلمة غريبة كده في اول شابتر خاصة بالبروكيورمنت او الريسك لسه يعني مش هاضم الموضوع قوي لكن بعد ما بعدي في اول سايكل خلاص انا بفهمته لم باجه راجع لا الموضوع بيفرق معايا جدا فعشان كده بنبقى محتاجين كورس ان هو يفهمنا الموضوع ويفتح لنا الامور بالنسبة لنا يعني بالاضافة للكورس المجهود بتاعنا يستحيل ان واحد يدخل كورس وبعد كده يدخل بعدي الامتحان ويعدي لا الكلام ده مش موجود محتاج مذاكرة شديدة محتاج ان انا اذاكر واراجع وحل اسئلة باعداد كبيرة محتاج ان انا حل 2000-3000 سؤال يعني على الاقل فمحتاج ان انا اعمل مجهود وعشان كده ممكن ان كتير من الناس بيبقى فاكر ان انا هاخد كورس وبعد كده ادخل الامتحان على طول او في بعضهم بيبقى فاكر ان الكورس والشهادة بتاعته هي دي خلاص هي دي النهاية لا بيبقى فيه بعد كده لسه مذاكرة وامتحان وبعد الامتحان نفسه بيتحدد بقى بعد كده انا نجحت في الامتحان فبياخد الشهادة فشهادة الكورس دي attendance يعني حضور شهادة حضور لكن شهادة الاجزام نفسه certification ان انا باكتاز او ان انا مؤهل او معتمد كمدير مشروع محترف بتختلف اكيد من شخص لشخص بس خلينا نقول المينمم مثلا المعتاد عند الناس المينمم مينمم تلات شهور مثلا ان في تلات شهور اكون خلصت كل حاجة مذاكرة ومراجعة وحل وكل ده ودي قليلة الحدوث يعني مش دي الأفريج الأفريج بالنسبة لنا اللي شفناه عند معظم الناس هو عبارة عن ست شهور انا باخد حوالي ست شهور باخد منهم تلات شهور مذاكرة شهر ونص مراجعة وبعد كده شهر ونص حل الامتحانات عشان اقدر فعلا ان انا ادخل الامتحان وابقى متطمن محدش يستعجل محدش يتوقع ان انا شهر شهر ونص وخلاص وهقلب الموضوع وادخل على الامتحان على طول عشان انا مستعجل اصلا انا لازم هاخد بقى الشهادة بسرعة عشان الحق لا الكلام ده مش هيحصل سنتين مثلا ولا حاجة على ما يفكر يبدأ تاني مش هتفرق اطلاقا خلصت بعد شهرين ولا بعد ستة ولا بعد عشرة المهم ان انا خلص المهم ان انا خلص الامتحان واجتازه بنجاح طبعا الست شهور دي قد تتأخر شوية عند بعض الناس يقعد سبع شهور تمانية عشرة اتناشر يعني ده بيبقى على حسب طبعا كل واحد والكمتمنس اللي عنده اكيد كل واحد ولوه التزامات معينة في حياته اللي وراه مسئوليات اللي بيشتغل الكلام ده كله ساعات الشغل قد ديه طبيعة الشغل ونوعياته وبقدر ابقى فيق بعد الشغل عشان اذاكر ولا بذاكر في الويك اند بس اكيد كل واحد بتفرق يعني من واحد لاخر فمحتاجين ان احنا يعني نحط الجدول المناسب بالنسبة لنا مع بعض احنا حطينا جدول اللي كان نزل على الجروب قبل كده ان احنا نخلص اول سايكل الخاصة بالمذاكرة دي في ثلاث شهور وده يعتبر افرج بالنسبة لنا فنحاول ان احنا نلتزم بيها الالتزام بيها شيء كويس اللي يقدر يسرع اكيد شيء افضل اللي هيحس ان هي تقيلة يحاول على قد ما يقدر ان هو يلتزم بيها لان فايدة الخطة ان احنا ماشيين بخطة واحدة ان بيبقى فيه التزام علينا ان انا مضطر ان انا اذاكر ده الاسبوع ده ومضطر ان انا اذاكر الحاجة التانية الاسبوع اللي بعده ومع نهاية كل اسبوع بنحاول نعمل السيرفي كده بحيث ان احنا نعرف هو الكل وصل لفين عشان نشوف معظمنا فعلا ماشي اون تراك ولا محتاجين ممكن مسلا بعد شهر مسلا شهر ونص نحس ان الناس يعني وقع منها شابتر فممكن ان احنا ساعتها نعمل دلي اسبوع عشان نحاول الناس تلمي مسلا المواضيع وممكن لا على حسب طبعا ايه الوضع ساعتها والسيرفي هو اللي بيبين الموضوع ده وعشان كده محدش يعني يزعل ان هي ممكن هتطول او هتوصل لخمس شهور او ست شهور لا هو ده بتاع الناس كلها فعشان كده يفضل ان انا احاول امشي على الجدول ده لو قدرت اسبق شيء جميل مفيش مشكلة بس اكون يعني مقدر فعلا انا بتحرك ازاي طيب النقطة الاخيرة معنا هالموضوع يستاهل فعلا بقى ان يعني قعد ست شهور كده بذاكر هالموضوع فعلا مجدي بالفعل هو مجدي مجدي بشكل كبير جدا اول حاجة خلينا اقول لك لو انت في انترفيو وبتقول لهم انا PMP Certified الموضوع بيفرق تماما نوعية الاسئلة بتختلف نوعية النقاش بتختلف الاقتناع عندهم بيزيد بشكل اكبر اكيد طبعا PMP Certified غير المعهوش الشهادة وطبعا بتكلم على مجالات ادارة المشروعات مجالات ادارة المشروعات نفسها اكيد بتفرق بشكل كبير جدا كتير من المؤسسات في سواء الحكومية مثلا او غيرها بدأت تشترط ان مدير المشروع اللي عندها لازم يكون PMP Certified فده معناه ان بقى في فرص اكتر للي معاهم الشهادة فعشان كده الموضوع مختلف تماما على المستوى الشخصي بتفرق بشكل كبير جدا فان انا ازاي ارتب اموري وازاي ان انا احل المشاكل طبعا حل المشاكل واحدة من المهارات الرئيسية عند مدير المشروع او عند اي واحد من الشغال في ادارة المشاريع واحدة من المهارات الرئيسية خليني اتفرع بس في الحتة دي على موضوع السكيلز والنوليج ان انا زي ما محتاج نوليج محتاج برضو سكيلز سكيلز اللي هي المهارات زي ما بنقول التعليم الغربي هل يعني عندهم نفس الحشو اللي موجود عندنا في التعليم في الدول العربية مثلا هل بيبقى برضو عندهم الحشو ده وهل يعني احنا عندنا حشو زيادة محتاجين ان احنا نقلله في المناهج لا الحقيقة ان هم عندهم نفس الحشو ده المؤسسات الغربية الخاصة بالتعليم عندهم برضو نفس الحشو ده اي واحد يقدر يراجع مثلا الكتب بتاعتهم بالسولة ويلاقي ان هو الكتاب بتاعهم اكثر دسامة من الكتب بتاعت المناهج العربية بس الفرق ان هم بيعتمدوا على هو مش عايز ان الشخص يكون خلاص يعني اوير او ملم او على علم بكل المنهج الكبير ده لا هو عايز يربي عنده السكيلز المهارات المهارات منها مهارات اللي بنقول عليها منها مهارات خاصة بالنجوشيشن مهارات الكريتيكال سينكينج او التفكير النقدي المهارات الخاصة بتوصيل المعلومة وفهم المعلومة عشان اقدر اوصل معلومة الاخرين مهارات القيادة نفسها يعني محتاج ان انا اتكلم بشكل موسع في المهارات يمكن في البي م بي هنلاقي في الكورس نفسه في جزء على الموضوع ده بس ضروري ان يعني كنت اذكر النقطة دي في موضوع حل المشاكل فدي واحدة من المهارات اللي بتكسبها لي الكتاب نفسه لان انا لو باجه اشوف مشكلة ببقى محتاج ان انا اتكلم عن المشكلة دي طب اتكلم عنها من اي جانب فالكتاب نفسه طريقة تسلسله لما بيقول لي ان في عندك جزء خاص بالسكوب بالسكاجول بالكوست بالكواليتي بالكوميكيشن بالريسورس بالريسك بالستيك هولدرز فده بيديني امكانية ان انا بقى عارف هي جوانب الادارة عبارة عن ايه وبالتالي اقدر ان انا اتكلم في كل بعد من الابعاد دي اه واطلع المشاكل اللي موجودة فيه او اطلع الحلول اللي من المنطلق او من الديمينشن او البعد ده فطبعا دي بتديني امكانية ان انا ابقى قادر اعالج المشاكل بشكل اسهل وبشكل اكمل او على وجه اكمل ان انا بقى عارف الجوانب كلها فلا شك ان دي واحدة من المهارات طبعا لا شك ان هي برضو بتديني امكانية ان انا بقى قادر احول حاجات كتير لشكل مشروع سواء كانت في الشغل او في الحياة العملية او في الحياة الاجتماعية ان انا احول كتير من الحاجات لمشروع عشان اقدر اقدرها على شكل مشروع زي مثلا مشروع رحلة مشروع جواز مشروع نولدج عايز اخدها عبارة عن مثلا مستر دجري او دكتوراه او اي مشروع انا بحاول ان انا اعمله او حتى لو كان مشروع استثماري عبارة عن بيزنس بحاول ان انا اعمله فمحتاج ان انا اعالجه على شكل مشروع بروجيكت وابقى فاهم ان في بروجيكت لمرحلة مشروع وبعد كده هيطلع ديليفري او هيطلع منه والمخرجات دي هبدأ ان انا عمل لها اا بشكل معين فمحتاج ان انا اكون فاهم البيزنس ده عبارة عن ايه ومكوناته ايه وجزء البروجيكت مانجمينت فيه الجزء ده محله ايه من الاعراب موجود فين بيديني ايه من الامكانيات فكل ده لشكل شهادة بتديني خبرات كبيرة خاصة ان هي على مر الزمن بتتحسن بشكل كويس وكل شوية يطلع version افضل وصلنا للسكس اديشن او الاصدار السادس كل شوية بيحاولوا ان هم يحدسوا يحسنوا يضيفوا best practices يضيفوا tools وتكنيكس يتوغلوا اكتر في الجزء بتاع البزنس والجزء الخاص بالframework نفسه بتاع الorganization فبتديني جزء كبير جدا من knowledge وبتغطي مجموعة كبيرة من skills فلا شك ان دراستها بتفرق بشكل كبير جدا على المستوى الشخصي او على مستوى الاداء في العمل نفسه بننتقل بعد كده ليه الابروتش بقى بتاعتنا الابروتش احنا زي ما كنا قولنا على الجروب ان الكورس اللي هنشتغل منه هو البي ام بي preparation course 6 edition الموجود على ويب سايت اسمه لقمان اكاديمي وده اللينك الخاص بالtraining course نفسه التراكينج بنسبالنا او عملية الفلو اوب هتكون على الجروب بتاعنا باستمرار هو ده الجروب اللي احنا بنشتغل عليه على طول وده اللينك الخاص بتاعه وهنبقى اه يعني بشكل دوري بنتابع مع بعض احنا وصلنا الفين المفروض نذاكر دلوقتي ايه نبدأ نعمل السيرفي عليه الكويز عليه باعتبار ان هو ده يبقى اه مكان المناقشة الرئيسي بالنسبة لنا بالنسبة ليه الكويز هيكون بعد كل شابتر او في نهاية الاسبوع اه باعتبار ان احنا حاطين اه لكل شابتر اسبوع معادة بس اول ثري شابترز يمكن هنلاقي التاني والتالت في اسبوع واحد فهيكون دايما الويك اند بالنسبة لنا هو الكويز بتاعنا السيرتيفكت بعد ما نقدر نحنا نشوف الكورس نفسه الموقع نفسه بيدينا امكانية ان احنا ننزل السيرتيفكت او نطلب الشهادة سواء كانت السوفت كوبي او نطلب الهارد كوبي من الموقع نفسه فده موجود على لوكمان اكاديمي او على الموقع بالنسبة للماتيريا اللي هنذكر منها هو البيمبوك او الكتاب اللي اصدره المعهد بتاع ادارة المشاريع وهو يعتبر الافضل بالنسبة لنا الكتاب هيكون الكورس ماشي معه بالزبط وهيكون بيحاول ان هو يغطي الكتاب تقريبا بشكل كبير جدا ان هو يغطي الكتاب نفسه بالنسبة للمذاكرة او طريقة المذاكرة احنا محتاجين احنا نقرأ الكتاب نفسه فالكورس هيسهل علينا عملية رايد الكتاب وهي دي الفايدة الرئيسية يمكن في الكورس ده عن كتير من الترينينج كورس الثانية في كورسات تانية بتغطي بالسلايتس وفي ناس كتير بتحب طريقة المذاكرة دي ان هو يذاكر من السلايتس نفسها بس احنا شفنا ان في يعني كورس كتيرة موجودة بالسلايتس بتاعتها متاحة فقلنا ان احنا نحاول طيب العقبة اللي عند الناس بتبقى دايما في قرية الكتاب فخلي الكورس بتاعنا على غرار الكتاب عشان الناس تقدر تقرأ الكتاب بشكل سهل ويكون واضح بالنسبة لهم الكتاب نفسه طبعا الكتاب موجود باللغتين موجود عربي وانجلش فالافضل طبعا نحنا نذاكر بالانجلش لكن ده لا يمنع ان احنا ممكن نبص على العربي عشان يسهل لنا لكن الترمنولوجيز اللي موجودة وطريقة الادارة او طريقة النقاش دايما اللي موجودة في المشاريع بيبقى على الترمنولوجي الانجلش الناس كلها مثلا بتقول لكن محدش بيقول هيكل تجزئة الاعمال مثلا فعشان كده المذاكرة حتى بالعربي ممكن تبقى اصعب الانجلش هيبقى هو الاسهل بالنسبة لنا باعتبار ان هو ده المتداول ويمكن لو حد ممكن ما يحسش ان هو قوي اوي في الانجلش فدي تبقى فورصة بالنسبة لان هو يحاول يتقوي اللغة بتاعته حتى لو اخد مدة اطول في الدراسة مفيش مشكلة بس يبقى اخد بتاعت ان الكتاب بالانجلش نفسه في بعض الكتب المساعدة زي كتاب ريتا ريتا دي واحدة كانت بتنزل مجموعة من الكتب المساعدة عاملة زي سلاح التلميذ كده اللي هو بيحاول يسهل شوية على الناس فيهم الكتاب ريتا يعني يمكن توفت من فترة بس المؤسسة بتاعتها ما زالت شغالة وبتنزل اصدارات باستمرار الفرق بين ريتا والبينبوك ان ريتا بيحاول ان هو الكتاب نفسه بيتكلم بطريقة سالسة شوية يعني بيحاول ان يعمل حوار ما بينه ما بين الدارس ويحاول يسهل شوية ويحط امثلة فيمكن اسلوبه بيكون اخف شوية البينبوك مع الوقت في الاصدار الخامس اتحسن شوية والاصدار السادس اتحسن اكتر وبدأ ان هو برضو اسلوبه يكون شيق وكويس وكامل لكن طبعا بسبب رتابة العلم نفسه ان لما لاقي ستاندرد بيبقى فيه علم ما يبقاش فيه نكت زي كتاب ريتا كتاب ريتا ممكن يبقى فيه هزار شوية لكن كتاب البينبوك كتاب علمي فلازم ان هو يبقى فيه علم بس فعشان كده ساعت احيانا بنحس برتابة العلم يعني كحل المشكلة دي ان احنا نذاكر على مراحل يعني نذاكر كل يوم قدر معين عشان ما يبقاش بنذاكر كله مرة واحدة ما نأجلش كل حاجة لنهاية الاسبوع دي يعني كواحد من الحلول ان احنا نتغلب بيها على موضوع رتابة العلم اللي موجود فيه كتاب البينبوك لكن فيه اسئلة بتيجي بالنص من كتاب البينبوك بالنص يعني بييجي نفس السؤال بنلاقيه موجود بالنص في الكتاب نفسه فالافضل ان انا ذاكر من الكتاب لان هو ده المرجع الرئيسي طيب السؤال هنا هل لو ذاكرت من ريتا فقط هل ده يكفي فيه ناس ذاكرت من الكتاب بس ريتا بس ونجحت وفيه ناس ذاكرت من كتاب ريتا بس ومعدتش مثلا الامتحان فعشان كده بنوصي بالكتاب لكن محدش هيقول ان لا ذاكر من ريتا فقط وهتنجح الا لو واحد يعني بيقول انا عملت الموضوع ده وذاكرت من ريتا وعادي وعديت وما تلقوش وذاكروا من ريتا مفيش مشكلة هيو بيحكي عن تجربته وهو صادق وهو عنده حق لكن هل تجربته هتنفع معاي انا ولا لأ مش عارفين فعشان كده توصيتي انا ان انا ذاكر من البينبوك خاصة الترينينج كورس نفسه اللي احنا هنشتغل به هيبقى بيشرح البينبوك نفسه هيبقى ماشي بخطوات البينبوك بالفقارات بتاعته بالباراجرافز بتاعته وهكذا يعني فيفضل ان احنا نشتغل من البينبوك دي الخطة اللي كانت نزلت على الجروب والخطة دي بتبدأ يوم السابت الجاي باذن الله 15 يونيو نبدأ كلنا مع بعض نتوكل على الله ونبدأ مع بعض وزي ما قلنا يعني الجروب او روح الجروب ان يبقى فيه commitment للجدول نفسه هي دي اللي بتشجع وهي دي تقريبا سر النجاح في الموضوع يعني كل واحد بيقدر ان هو يذاكر بشكل individual اكيد الموضوع بيختلف من واحد للتاني في واحد بيكسل في واحد بيعدي وبيجري وفي واحد بيبقى وسط فيعني لما بيقى فيه جدول واحد بيحاول ان هو يجمع الناس مع بعضها بيعمل زي commitment التزام ان انا مضطر التزم بالجدول والمواعيد دي فبزاكر عشان افضل متابع مع الناس بالجدول ده فده اللي بيفرق يمكن او ده سر النجاح زي ما بنقول هنلاحظ برضو في الجدول ان كل اسبوع فيه شابتر يعني الجدول خفيف ومتقسم بشكل كويس معادة يمكن شابتر 2 و 3 الاتنين في اسبوع واحد عشان الاتنين يعني صغيرين او حجمهم مش كبير زي شابتر 1 او غيره وشابتر 4 متأجل للاخر اللي هو الانتجريشن لانه هنفهمه بشكل اسرع في الاخر في الاول لو تشرح ولسه ما عندناش فكرة عن الترمنولوجيس لان الانتجريشن هبارة عن تكامل تكامل كل الشابترز دي مع بعضها فهبقى محتاج input وoutput خاصة ببقية الشابترز لسه ما تشرحتش فشرحه في الاول بيكون اصعب بكتير على عكس شرحه في الاخر ببقى خلاص انا فهمت معظم الترمنولوجيس الخاصة بالشابترز البقية فبيبقى سهل علي ان انا افهم الانتجريشن دي كده ملخص للخطة ويعني نتوكل على الله ونبدأ ان احنا نستعد مع بعض للمذاكرة ونحاول ان احنا نبذل الجهود الهدف غالي وعشان كده محتاج بازل كويس ومحتاج استعداد ان احنا فعلا نتفرغ للمذاكرة بشكل كويس ونحاول ان احنا نلحق الجدول باستمرار واول باول ما نستناش لنهاية الاسبوع عشان نذاكر اللي مطلوب مننا في الاسبوع لان نحاول ان احنا نذاكر من بداية الاسبوع هنكون بنتابع مع بعض على الجروب P&P Study Group عشان نعرف احنا وصلنا الفين عشان لو حد عنده سؤال يبدأ ان هو ينزل والسؤال اللي هو يعني واقف عنده او بيحاول ان هو يفهمه وبشجع كل الزمله انهم ما يجاوبوا يعني محدش يستنى ان انا بس اجاوب على الاسئلة لا ياريت الكل يتفعل والكل يجاوب على الاسئلة نفسها عشان ده اكيد بيخلق روح كويسة من الفهم الاكبر والاستيعاب عند الجميع لشكل اللي بيسأل سؤال بيبقى فيه حتة مش وصلة عنده بشكل كويس وممكن ما تبقاش مفهومة عند الاخرين بس لما يبدأوا يشوف السؤال ويفكروا فيها يبدأوا يحسوا فيها ان هي ما كانتش مفهومة بالنسبة لهم ويبدأوا يحاولوا يدوروا على اجابة لها ويجاوبوا عليها مع بعض فيبدأ يحصل فهم بشكل اعمق وبشكل افضل وفي النهاية ادعو الله بالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة